الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطاته الدستورية وأصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصدر بحقهم أحكام قضائية منهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية من جانبه ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار رئيس السيسي باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصدر بحقهم أحكام قضائية معربا عن شكره وتقديره إلى الرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها والتي تؤكد مجددا ودائما على ثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا لأضم رئيسي شركتي وهان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة كما شدد الرئيس السيسي على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم وأشهد الرئيس السيسي بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا مؤجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بحثات مبادرة رعاية النشأ بتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبل تعزيز التعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك لتفعيل برامج تنمية وتطوير مهارات النشأ ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع والتقى وفد التنصيقية مع الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عثمان واطلع على أبرز بنود الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها بعنوان الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في وثقة التأمين التعليمية للطفل ومشروعات قوانين تهدف إلى تنمية مهارة النشأ وتنظيم ورش عمل وموائد مستديرة لتوعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة والأمومة بمصر التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مع وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين بواشنطن وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية والولايات المتحدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك خلال المرحلة المقبلة وقدم أبو الغيت دعوة للوزير الأمريكي لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة العربية ومخاطبة مجلسها كما افتتح أيضا أبو الغيت وبلينكين أعمل الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية الأمريكية حيث عقدت مباحثات موسعة بين وفد الأمانة العامة ومسؤول وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد من القضايا المختلفة أعلنت القوات المسلحة السودانية مواصلة أعمال التمشيط لتمركزات قوات الدعم السريع بمنطقة العاصمة الخرطومة وفي بيان لها أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أنه تم القضاء على عدد من قوات الدعم السريع فضلا عن تدمير أربع عربات قتلية واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع باستهداف المواطنين مما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 15 من المدنيين هذا وتواصل القوات الجوية السودانية توجيه الدربات الجوية على مواقع تمركز الدعم السريع بمختلف المناطق مع استمرار الرصدي والمتابعة أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات أحدثت حرق صفارة مملكة السويد لدى بغداد وفي بيان لها أضفت الخارجية العراقية أن الحكومة أمرت الجهات الأمنية بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة مرتكبيها أعلنت وزارة السحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين بالرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من قوات أو من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من عدة محاور وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين للمقام يوسف أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمت الاستجابة الكاملة لمطالبها وخلال اجتماع حكومي قال بوتين أن موسكو تدرس إمكانية العودة إلى الاتفاق ولكن بشرط أن تأخذ كل مطالب مشاركة روسيا في هذا الاتفاق بعين الاعتبار وتنفذ بالكامل دون استثناء